وأيضاً سيد إدير نصر بالكبير مدير عمليات جمعيات إنجاز الجزائر مرحباً بكم معنا مرحباً بك نبدأ معك سيد محمدي بداية نتحدث عن برنامج ليدر جينيريشن يعني كيف أتت الفكرة وهل يمكن أن تعرفنا أكثر بهذا البرنامج؟ نعم سلام عليكم شكراً على الاستضافة وتحياتي لمشاهدنا الكرام هذا المشروع لنشرعه فيه إن شاء الله مع جمعية إنجاز الجزائر بعد عدة مشروعات من العملية الجزائرية الجزائرية كما قمنا في عدة مشاريع في مختلف ستراك في مملكة الأكولوجيا في العملية نتحدث عن تخطير مع الإنجاز بحقنا نقوم بحق المشروع الإنجاز الجزائرية على المشروع الإنجاز الجزائرية والعالميش دعوفي وعندما نحن نتحدث عن التعاقية أجل المشروع على أن يكون لديهم أفضل هذا الأيكو سيستم ويكون لديهم أفضل أو أفضل 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 هنا أكثر فكرة وكاننا الحد وشرف أننا نتلاقا مع إنجاز الجزائل وهناهم لديهم خبرة كبيرة في مجال ورفقة الشباب في مجال التعليم درسنا القادية وقمنا بخلق هذا المشروع وهذا المشروع يتمثل في دورات تكمينية في المرحلة الأولى تخص شباب حول شباب التعليم يعني كيف شاب عنده فكرة يقدر يجسد هذه الفكرة في أرض الواقع عبر مشروع أو شركة يأسسها ويستمر فيها أو لعبها هذا المشروع يتمثل في مرحلة الأفضل وكما تتتلقى إلى مرة أخرى ونحن نقلح بإمكاننا الإنسان أو الملاحن أو الملاحن قطعتنا إلى التقوينيات توجد ما نقول إنه مخاطر يوجد نتابع السياق المنطقة لا يتركز حق الوطن ويقع دوراً في دورة التالبة السابقة الأولى التي تترك في دورة التالبة فيagogçe 2ободنما عندما كانت هناك 40 العمديد مع مدينة ومتالية كانوا معنا باش نفهمهم ويفهموا معنا الإيكو سيستام تعلنت ربناينا الجزائر نعم جميل طيب نأتي إليك سيد الدير بما أنكم ربما جمعية إنجاز الجزائر كيف ساهمتم أو كيف ساهمتم في إنجاح هذه الشراكة بينكم وبين شركة الجي لتنظيم هذا البرنامج ليدر جينيريشن الحاجة الأولى لازم نعرفات أولا شكرا على الاستضافة يعني الشرف كبير لنا نكون مع قناة النهار الحاجة اللي يعني كم يقولك نقطة الانطلاق اللي كانت في هذا المشروع أننا مع شركة الجي كانت عندنا نفس النظرة ونفس الطموحات بالنسبة لهذا المشروع أنه كل الطلبة ولكل المشاركين بصفة عامة حتى كان يعني لاحظنا أنه عندنا كتير مطلبة في الإستانس في المستير وحتى في الدكتورة اللي شاركوا معنا كل هذه العائلة الجامعية اللي شاركت معنا أنهم حاجة الأولى لازم يكون عندهم نفهمهم تكون عندهم نظرة على الإيكو سيستام أتروبيوناير يعني كل الفاعلين على مستوى يعني في ميدان المقاولاتية يعني منها كما يقولك الأطراف الوزارية منها وزارة المنتدبة للشركة النشاء أو اقتصاد المعرفة هذا من حيث التنظيم يعني لا من حيث المعرفة يعني يكونوا على بالهم شنو ملي ميكانيزم اللي كينين ذوك البرنامج شفيه تروازة سبيع تروازة فولي يعني ثلث بولو تروازة موجول اللي شوفهم الطلبة يعني النقطة الأولى اللي أكدنا عليها أنهم الطلبة من خلال دورة التكمنية تكون عندهم نظرة على كل الفاعلين في ميدان المقاولاتية من بينها الناد من بينها وزارة الشركة المصغرة ووزارة الشركة النشئة الثاني للشركة النشئة كيف هاش وشنوهما باركزم البونوك وشنوهما الانتظار تتاحهم بالنسبة لحميلة المشاريع وشنوما اللقات لازم يأكدوا عليها يعني تقلنهم نظرة عامة باش تكون عندهم دراية بكل وشكاين في المطاق يعني في اللي هم تحوط بيهم باش هذا الطالب حاجة لولا أنه يفهم بالإيكو سيستام اللي هم تدور به يفهم بالإيكو سيستام اللي يوفر له نوعا ما الشروط اللي تسهلوا باش يدخل في ميدان المقاولاتية لأنه في كتام الأحيان كي تسخصي طالب تقول اللي أسك على باركب اللي كان هات تسهيلات تقول لك لا لا ما سمعتش هي المعلومة كاينة ولكن ديفوه في كتام الأحيان الطالب يكون مشغول مع الدراسة التعولة ضكين معلومات اللي ما يتولهنهمش وما يسمحهمش والهدف من هذا البرنامج مع شركة الجيسيكو صح فهمنا باللي اليوم إذا حبينا نعاونوا الشباب يعني ونسهنوا لهم الدخولي لعالم المقاولاتية النقطة الأولى لازم نفهمهم هاد النقاط النقطة الثانية في البرنامج اللي أكدنا عليها أنه هات الشاب نفهموه صح وشنو ما للكو سيستام وشنو ما لزاكتور اللي كان في الكو سيستام بصحتاني لازم نأكدوا مع هات النقطة تانية أنه وشنو ما الكفاءات اللي غح تسهل عليه أنه يسير الشركة ويتعامل مع الأفراد كيفاش اليوم هاد الشاب اللي ما عندوش نوعا ما يعني خبرة في تسيغ شركة ولا ما خدمش في شركات يعني بزاف نوك سواء أحيخرج أحيكون التخغيشتاعه مباشر سواء عندو كانت عندو تربوصات في شركات يعني ديستاج اللي رحين يفهموه ولكن نوعا ما هات تربوصات تكون قصيغة المداد وما تسمحلوش أنه يفهم كيفاش يتعامل مع زملاء التاع يعني كيفاش يتعامل مع زملائه أنك أنا يكون عندي زمي كيفاش يتعامل معه وشنوما اللي صوفتسكيز اللي لازم يكونوا عندي باش نسهل العمل مع زملاء التاع يعني احنا أكدنا نوعا ما على هات النقاط من ناحية الليدورشيب من ناحية الكوميكاسم من ناحية كيفاش تسير الفريق كيفاش لازم يكون مثلا فإن كونفلي كيفاش لازم يشارح وهذه نقطة لأنه نورمال كونفلي صحيح يتعامل مع زملاء التوعي والنقطة التالية والبرنامج اللي أكدنا عليها تاني أنه الشاب هدايا نفهمه القواعد العامة في تسير الشركة من ناحية الماناجمنت وشنو هي الايراش وشنو هو الماركوتينك تسويق كيفاش لازم يسير المبيعات التاعه وشنو هي العلاقة مثلا بين الفكرة كيفاش من الفكرة يفهم البزنس موديل يعني طريقة اللي حيدخل بها درعام كيفاش يعني جلوبالما يحضر البزنس بلانتاعه باش غضو يروح يواجه المتعاملين هادو ما البنوك ولا الشراكاء اللي كاين في الساحة هذا هو الهدف من هذا البرنامج والحمد لله شركة الجي يعني دعمت الفكرة ورحبت بالفكرة وانطلقنا فيها في المشروع وكانت يعني كما قال السيد محمدي النقطة اللولى اللي أكدنا عليها أن النبداو خاصة لازم يكون عندنا نظرة على الطلبة اللي خارج كما يقول لك العاصمة ولا خارج المدن الكبرى هذه نقطة جد مهمة أعتذر فقط سيد إدير نعود لك سيد مصطفى محمدي نتحدث عن اختياركم للطلبة يعني على أي أساس يتم اختيار الطلبة ومثل ما ذكر سيد إدير فيما يخص هل يكون الاختيار فقط مقتصر على ربما الطلبة هنا بالعاصمة أم سيشمل كل الولايات والاختيار سيشمل كل الولايات المنصة دلنا منصة رقمية وين يقدروا الطلبة يسجلون نفسهم والاختيار سيكون على حساب المؤهلات على حساب الدورات اللي راهم فيها سكررهم موفان تيكل ولا ميليو تيكل سكررانا هنتحدثوا على مشروع نحن الهدف من الأخير والنهائي لهذا المشروع أنه نخرجوا بأفكار اللي راح تتجسد في أرض الواقع عن خلال مشاريع اللي حيجسدوها في أرض الواقع دونك لاسيليكسون حتكون أتخفعتول تيغيطوها نصرنا تما جميع الولايات جميع الدورات يقدروا ينضموا لهذا المشروع ميهذا المشروع كما قلنا يدوم سانة ويعني اللي راح يكونوا نخيروا منه عشرين طالب عشرين طالب اللي عندوا فكرة مشروع جاهزة للتنفيذ وهادوك هم اللي حنا كومبانيوهم باش يجسدوا هدوك المشاريع نهاية الطالب كما نحن نحن نعيبا بان ناحية الدورات تصبح كل هذه المشاريع نحن 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 نفضل عشرين هل تقل عشرين ٻي راح نهن نفضلتهم لتعاودم هذه المدعات ودعونا هذه المدعات التي أسسألها في كل مدعات أمور لكل مدعب عليها منبعببات تبعبات في تجربة المدعات لذلك تحكين تحكين أيضا تحكين في هذا المدعب في مدعب بمسابقات المشاريع لذلك اللي عندوا فكرة مشروع نعطوا لهم قاع النموذج اللي راح يطرحوا في هذا المشروع والمينهاجية اللي راح يقودوا بها ويقترحوا بها المشروع ونخيروا عشرين أحسن فكرة ونعاونوهم آلافا باش يجزدوا هالمشاريع في الوقت جميل كنت تحدثت أن الدورات قد بدأت فعلا هل يمكن أن تحدثنا ربما كيف ربما تقوم هذه الدورات وكيف يعمل الطلبة في هذه الدورات ،؟ نحن عبر الانترنت وما رمضا كانت عاليا 근데 بعد التطرير apart��نا into account لنخيرنا والماء درنا النادار لنخير لنا المؤكد المبات ي understandable كما كي ل 1941 لمفتgres إلي من المدنة ومن الم ferment البداية بشكل جيد فعلا لنخرا مغرق difference ونخيرنا الوقت غير مالا smooth لدد مجد النموذج بشكل كح butter عددهم شامل الوزنين 150 طالب بعد ذلك نفعلنا في مقابل معاً قبل المناسب الإخوارات من المساعدة ومعنا نقوم بحاجة إلى المدينة وإننا نجد معهم لتجعلنا مع الناس لتصوير بحاجة إلى محالات المستقبل لتشعر بأنه يمتلك بأن المشروع يتم تصوير بمناسبة ومن المباركة يكونوا مجمعته ومن المهمين يجب أن يحصل على المشاركة مننا لكي يحصل على المشاركة في هذا الواقع سيد دير نعود إليك فيما يخص التخصصات هذا البرنامج يشمل جميع التخصصات بالنسبة للطلبة نعم البرنامج لما تم تحضيره الهدف لم يكن لدينا مثلا نقيسه تل تخصص أو تخصص في البيزنس أو في المناجمات أو في التكنيك أو شيء ولكن البرنامج مفتوح والهدف أنه كل طالب كل فرض يكون حاب يعني يطور الكفاءة ويفهم ميدان المقاولاتية ويحضر نفسه باش ما وراء كما يقول لك مرما يجيب ديبلوم يدخل في سوق يعني كما يقول لك في الحياة المهنية تاعه ولكن يدخل من باب المقاولاتية البرنامج هذا يتماشى معه لك هذه النقطة التي كنا عليها لكي نسهلوا نوعا ما أنه الطلبة هادو ما يفهموا كان حاجة تانية يعني في كل الضوارات التكوينية حاولنا أنه تكون سهلة الفهم يعني كل النقاط اللي نتكلموا عليهم هم النقاط يعني اللي الطالب هدايا ما لازمش يكون قال باركزوم سين كاماني ولا كاتر ياماني سبيصال ما بش يفهموا وإنما كل طالب أبرتسجهمهم يعني من النقطة أنه هادو الطالب حاب يفهم أحين فهمون لأنه نمددوله تجارب نمددوله خبرات يعني نمددوله بعض الأمثلة لتقرب للمفاهيم هادو ما اللي نوعا ما تبلوا معاقدة باش يفهمهم وغضوه حيث يكون الأمر ليه سهل باش يقدر يبليكيهم في الحياة التالية نعم وهل بدأ يعني الطلبة في ربما يعني اقتراح أفكارهم ومشاريعهم اللي يعني حيبين يجسدوها مستقبلا يعني لاحظنا أنه في التلت دورات اللي حقناهم أكسسوان 150 مشاركة يعني في الدورات اللي عملناهم أونلاين ولا ربعين اللي عملناهم اليومين اللي فاتوا في البريزانسيال يعني لاحظنا أنه الطلبة عنا نوعين مطلبة كان طلبة اللي تقدر تكون عنده بداية فكرة يعني هوا حاب يدخل في ميدا المقاولاتي لكن ما هوش فهم الفكرة التعوينة هي غير يحاولها دوكوا في انديبيو دريفليكسون كان طلبة وخدخل يقولوا أسك عندك فكرة يقول لك نعم عندي فكرة دوك الضوار التكوينية هادية حسا تساهم نوعا ما يعني تعطي له هذيك كما يقول لك تخليه الأكسليراسون هذيك اللي تخليه يبدأ جاكتهم ويخمم في الابليكاسون تعليدتاعهم من اللي يبدأ كيف شيدر وأكدنا معهم في كل الضوار التكوينية إنهم النقطة اللي اللي لازم يبدأوا فيها التغيير اللي اللي يبدأوا فيها هو التغيير من ناحية الميتسات التحم إنه ينحي هذيك الكاسكات التالب وإنما يبدأ يدير الكاسكات على المقاول يبدأ يبحث عن معلومات يوح يقترب مثلا من لانات ولا من وزارة الشركة الناشئة يدخل على لوسيتا ستارتب ويندزاد يفهموا كيف الإكوزيستان وما هذي كما يقول لك الشرط اللي تسهلوا أنه يدخل ميدا المقاولاتي ويبدأ يكتشف فيهم هذي النقطة تكتغ من الأحيان لاحظنا بالطلبة صح فهموها ويقول لك أنا نعم العشياء غين ندخل غضوة نخرج من الضار نوحي الأول ويكالة على نات غضوة ندخل السيدة على ستارتب ويندزاد بش نفهم ديجال حاجة اللي أولي كريل كنت اتوليزاتور تتاعك وشوف قال لابل برجي اينوفو وش لازم له لابل ستارتب وش لازم له إذا تبديتوا تديروا في هذه ديار كما حين تتوحوا بيت طيب بالنسبة لك سيدة محمد من الجميل أنه نرى أنه شركة ألجي ربما تدعم فئة الشباب خاصة في الاقتصاد الوطني ربما كيف سيتم دعم ومرافقة المشاريع خاصة الفائزين يعني من هذا البرنامج ديجال نحن نرفعهم بورا كونسيبشون ديجال طلباء كما قال كما عندهم شل الإكسبرينس دومان تاع ماناجمنت ولا انتروفرنائي الجنرال ديجال ليدتاهم سواء بداية ليدة ولا ليدة ديجال نعاونهم يشكلوها ولا يجزدوها على شكل مشروع ديجال ديجال من رفاقه اللوله وشكونسيطة اللوله تانيين من رفعهم رفعهم إنكبسيون يعبر طرب الوطني من رفعهم من ديجال يجزدوها فيما يخص ربما في المستقبل هل ستكون هناك دورات تكوينية بمثل هذه هكذا دورات تكوينية مستقبلاً لماذا؟ يعني سيشور هذا المشاريع ان شاء الله سوف نحسنها ونحسنها ونبدلها الميكانيزم لتحقيق المشروع في السنوات المقبلة كل ما يؤدي من الواقع التي سوف نحن نحن بها سوف نحن 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 جميل جدا طيب نعود إليك سيد بل كبير هل يمكن أن تحدثنا ربما عن دور هذا البرنامج المهم الذي قمتم به مع شركة ألجي ربما في تطوير الاقتصاد الوطني الجزائري؟ الحاجة الأولى التي سوف نلاحظها هي أن اليوم المقاولاتية تمثل مخرج وإنما نقول بداية فرصة للشاب لأن الشاب اليوم يأتي بديبلوم التاعه لا يجب أن يكون في باله أن يتكلموا على المقاولاتية يحاوز على المقاولات أو شيء الحمد لله بلدنا واسعة أكثر من 2 مليون كيلومات مربع الميادين اللي الشاب يقدر يدخل فيها ويطابر فيها ويبدل مجهود بشيف تحمل الشركات ولا أفكار ولا حاجة يعني مشاهدوا ما النقاط اللي خاصة وإنما لاحظوا أنه هاد نوع المشاريع أول حاجة يعني كيف شرح تشارك يعني في الاقتصاد الوطني أول حاجة أنه الشباب يفهموا باللي لازم اليوم أنهم يكونوا نوعا ما مقاولين ماشي كل شاب حيكون مقاول وإنما إذا كان عناف يعني مجموعة فيها عشر أفراد وواحد فيهم حيكون مقاول لازم ندعو في بلنا حاجة باللي غضوة كيف يفتح شركتها وحيوظف ثلاثة أربعة خمسة تس عباد عشر عباد وحي تعطيه سواء شركة مصنع شواء شركة ستاكتور هذا الحاجة الأولى حاجة الأولى أنه أحد تشارك هاد نوع من المشاريع والبرامج أولا أحد تفتح فرص يعني كما يقول لك الإضافات يعني في الماركي ناسيونال كان بزاف حواج اليوم أن نستوردوهم بفضل هات الشباب نوعا ما بلاك حي نحق نلحقوا اللي طاب وين نقدروا نخدموهم على الشهر نشنال وهادي رح تساعدنا من جهة من جهة التانية كل شاب رح يفتح شركة أوتوماتيكم رح يساهم دو فاسان ديركت و دو فاسان انديركت أكريا ديز أمپلوة دوك أوتوماتيكم المقاولاتي اليوم ستونا أحسنوا ريالما ملو تسيو إكوناميك ونديبلوپو لكراسة ننتreprise سور ديفر دومان ديفران دومان ديفران دومان تكنولوجيك فروسيكلاج شركات موسارعة شركات منوع start-up دوك غلوبالما لديبوت هاد البروغرام سيدي بروغرام كيديبوت النقطة التانية في هاد البرنامج يعني هاويندار شركة مع أطراف ولا مع كيمال الدورة ونبارتدرنها عند الجريا فانشو دوك أوتوماتيكمو هاد النوع من برامج مع الجريا يعني هانا همزة توصل بين كل الأطراف دوك غلوبالما دو ماترون كونتاكت بالشعب هدايا يشوف بعينه انه كاي فورس هي قدامه وانه الحاجة اللي خصاته هي جوست هادك لون في هادك الموتيفاشن باش هو يروح ويمشي ويدير كما يقولك ياخد المفاتيح يعني تعالى جميل نعود اليك سيد محمد كالسؤال خيتامي ربما ما هي رسالتكم او حتى نصائحكم لهؤلاء الطلبة حاملية الافكار والمشاريع دابعونا انا نضمن كالسؤال خيارات وانه نضمن كالسؤال خيارات مع دفرنتين وانه نحن نضمن مع دفرنتين وانه نحن نشاهد كالجزائر لديها كنز كابير شباب شباب لديهم مهارات عالية وانه نحن نحن نقل مع ذلك يجب ان يتبعه يجب انتبع فيكم نحن نحن يتبعه وخامل ويجب ان تجب انتبعه اهداء او الهدافة والذي يفعلها تكوين المستمر هو تانيك راكيزة يجب أن يرتكزوا عليها لكي يطوروا المستقبل لهم أو يلحقوا المشاريع لهم أو يلحقوا المشاريع لهم في الضمان لن تخبرناها أو أخرى نتمنى للطلبة التوفيق إذن سيد بل كبير ربما ما هي نصائحكم لهؤلاء الطلبة للاستفاد من هكذا دورات مثل التي تقوم بها شركة ألجي أولا كل شك للشركة ألجي لأنها تساعد وكما يقول لك عندها إيمان في هذا النوع من دورات في هذا النوع من البرامج تاني حاجة النصيحة اللي مدوا هالطلبة أنهم اليوم كل فرصة جاء لهم هي فرصة اللي راح تساعدهم باش يبدوا من نستقبل التاحهم بل كدفوا الفرصة يقول لك ويب صح ما شي حاجة ولا حاجة ميسي تنديب هاد نوع من البرامج هي بداية بداية تعقصة بداية تعنجاح بداية تعفورة صحين يجوهم وراهم ولاحظنا يعني في خبرتنا كإنجاز منذ 12 سنة كل الطلبة يعني اللي كانت عندهم ثقة في نفسهم وكانت عندهم ثقة يعني وكان عندهم طموح أنهم يوحوا بعيد راحوا بعيد لأنهم الشاك فور كي يجي أمورتونيتي أمورتونيتي جيب لك أمورتونيتي تفتح باب أوطماتيك مو باب وخدوها حت تفتح مهما كانت يعني مهما كانت يعني بلك الغلطت بلك طوحت بلك ما نجحت ليش هادي ما ليشك ان رياليتي ليشك هاو دافع باش تنجح تقدر بفرصة الليلة ما تمشيش الدنيا حت تمشي وتلتا حت تمشي دونك مزيد من نجح إلى كل طلبة تواعنا إن شاء الله يروحوا بعيد وكما يقول لك ويلحقوا بلدنا العالمية إن شاء الله نشكركم كل من سيد إيدين ناصر بالكبير مدير عمليات جماعية إنجاز الجزائر وأيضا السيد مصطفى محمودي مسؤول التسويق بشركة الجي شكرا لكم على الشروحات التي قدمتمها لنا مشاهدنا الكرام